نجمع برنامج اعصليم اعصليم اش نحويلكم شايتكونوا الناس الكل بخير وناما وصحة جيدة يا ربي وكل عام انتم حايين بخير ورمضانكم مباركة عليكم وعلى امت سيدنا محمد الكل اليوم عمش نشركم زوز وصفات عادني شربة بالجاج لها شربة الشيش بالجاج وعندي شربانا بالقرنيت نبدأ بشربة الشهيط لدي جيج سمطه في وسط كليل وزادر بشكل صفوريه وبعد شللته مليح مليح وحطيتهم في الكاسة غول ومش نضيف عليهم الكوانتتين متاع الزيت اللي حاجتي بها وبالنسبة للفاح راني قصة راس صغير متاع بصل قصيته جويد على الاخر ومش نضيف عليهم ثلاثة سنون ثوم يعني ثلاثة كعبة ثوم قصيتهم بشكل صغير ومعها الملح وففل لكحل وشوية ينسون نجمي وكركم ورسحة نوت ومغرفة كبيرة من الكليل والزاتر انا الهني من كل حاجة ستشتر مغرفة متاع قهوة على خاطر نحنا صايمين والفاح يكون برشة يقلق شوفها مع بيتها تقلق كي يبدأ شوية برشة فيح ومش نحطهم على النار يتقللوا وبالنسبة للتماطم حتيت مغرفة ونص يعني مغرفة كبيرة معبية واشتر مغرفة متاع ماكلة تماطم ومش نخليهم يتقللوا نتعديه للقرنيت هناك القرنيت هناك قرنيت هناك قرنيت كبيرة ماهيشة صغيرة سمطها في شوية ماء وصخون هو توبة ماء يبدأ يغلي الماء وتعطيوها حكاية تدرج من زمان وتطفيو على الماء وتشليلها وتسبزع الماء وتسلخوها هذي طريقة تعاونكم في صلخان القرنيت كي يبدأ غليدها على خاطر جلدها وانا واحدة من الناس ما نحبهش واذا كنت تبدأ القرنيتة جويدة ما تستحقش صلخان هناك قمالت قليتها جوية وش نصب عليها الماء نرجع للقرنيت قطلكم كتبدأ قرنيتة صغيرة ما تستحقش صلخان ثاني حاجة بالنسبة للتخبيط لا تستحقش تخبيط إذا كانت تضع القرنيتة في 24 ساعة في الكنجيلاتور ثاني لا تستحقش تخبيط إذا كانت تشليتها دريكت بطيب بها دريكت بساعة خبطها نرجع للتطيبة والأسفوز القرنيتة لا تستحقش يبسر لا تستحقش يبسر هكا تقلق شوية في السنين تضع الزيت نحن أخبركم هو رسحة نوت وكركم كليل وزاتر وفلفل لكهل وفلفل أحمر وملح وثوم ومعاهم بصل مقصوص شوية شوية وعندنا باقية زينجروديون هي الاصحاف ومعاهم الجلبانة ومعاهم ومعاهم نرجع للقرنيتة والأسفوز تضع الزيت ومعاهم يتقل مغير حتى قطرة ماء ومعاهم هذا هو الماء الذي يخرج القرنيتة يخرج القرنيتة ومعاهم يبس إذا كان ليس الطيب بيه سوس تعطيه طاقية حكاية درجين نزمي ومعاهم وإذا كان ليس تضعه في سلاد وإلا في حكاية قليل حكاية 4 ساعة يعني 4 درج ومعاهم تزيد الماء إذا كان ليس تصمت يجيك القرنيتة لا يقلقك وليس يبس في الماء هنا كما تخرجت القرنيتة الكل هذا الماء والزيد اللاستوس يجعل القطيبة تكون فيها راسخة تعمل القرنيتة ليس فقط قصص كلها تعمل قرنيتة ومعاهم وقوة اصبح وضع الأم وطماتم تجعلها 3 مغارف كبوس ونحب الماء تكون قوة المرقة تكون خفيفة نجعلها تقلل مليح مليح الماء بتاع القرنيت ثم نضع الجلبان و نمرقلها نضع القرنيت نضع القرنيت نضع القرنيت نقلي في الطماطم نضع الجلبان و نضع الماء نضع القرنيت سوف نضع مليح قريبات financi millions نضع القرنيت انتهى architect يجب أن تضيف نضيف كلب يمكن أن نضيف يجب أن تستخدم الحم يصل إلى نصف طيب وإذا كنت تستعمل الحم يصل إلى نصف طيب وتكون كاكا شربة تغلي وترمي عليها زوز مغارف و نصف شربة شعيرة تشد شربة شعيرة في التطيب ليس كما اللسان عصور يجب أن تغليوا كل مرة حرقوها قليلا لكي لا تلسقوا في قاعة التنجرة وماذا يجب أن تغليوها على نار رقوية برشا ونرجع للجلبانة بالقرنيت دونك لحليتها وشوفوا ليش نتفقد الجلبانة تهزوا كابة الجلبانة وتمسوها تلقاها بدلت تترخف معاش تكون مكبوسة هكا يبسة بدلت تترخف ايكا الساعة تحطولها القرنيت بديعكم ايتيك موسيقى 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 اتوجج متاعي تاب وشربتي تابت كيفاش تعرفوا شربة الشيرة متاعكم تابت يتحطوها ما بين السوابعكم وتنزلوا عليها تلقاوها ترية وما عادش شدة روحها ويبسة ما بين السوابعكم تتغفص والاسوس الثانية انو كتبدا تهز المغرفة متاعك وتبدأ شربة مهيش بالماء متاحة يعني شربك اهو تجوز نحتي على شربة الشرين تلقوهيش قلب ابيض وجوين بمتاحها تلقاها تلقاها الفول فرده كلوه مهيش بيضر مهم تكونش بيضر وهنا حتيت عليها بعد ما تابت مش نحط عليها المعدنوس وهذيك الكلافس انا خبيل الكلافس وقصة ورقة ورقة ونحطهم في ساشي اليمونتر يتسكت ونحطهم في الكنجيلاتور ومعو المعدنوس والسالق والسبناخ ثم تأخذوا كنتيتا كبيرة نجموا تعملوهم هكا يعني تحطوهم تخسلوهم مليح بالخل والماء والخل وتشليلوهم من بعد وتخليهم يستقطروا وينحيوا الماء بتاعهم وتقصوهم وتحطوهم في ساشي اليمونتر بالعكس راهو يحافظ برشا على المنافع متاعه راهو يحافظ عليها موش صحيح اللي يقولك تخبي في الكنجيلاتور راهي تفقد القيمة الغذائية متاحها بالعكس تقعد القيمة الغذائية محافظ عليها في الكنجيلاتور راهي تفقد القيمة الغذائية متاعي من زيال بوب الليش وصيبعون تكون طابط مليح مليح حتيت لها القنارية متاعيت هكا القنارية حتيتهم يكملو تيبو هما والفلفل هنا مش معمل بالطن لحشوهم بتاع بريك بطن دونك حتيت البطاطة وشوية مع دموس أبين وحتيت معها الطن وزيدوها بقرسة ملح واذا كانت تحبوا تحطوا بصل تنجموا تحطوا بصل انتم ما كيفاش تحبوا تعملوه وطنجموها مليح يعني تغفصوها مليح مليح بالفرشيتة وانبعد تحشو بها البريكة اذا كانت بالفص وإلا تخلطها انا هنا عملت بريكة سوابة بطن كعملتها من خلطة و هنا القرنية تتابة والجلبينة تتابة والقنارية تتابة والفلفل تتابة كل شيء تتابة و كما تروا انا نحب السوس متاعي عاقدة شوية ما هي شيء يعني يكونسانتخي السوس لمرقة ما هي شيء جيريا فان عبدت تعملها جيريا اذواق كل واحدة طيب كيف ما يحب دعوك الاسوس متاعي والحاجة اللي نحبها انا في المركة الجلبينة يعني بالقرنية هي الزبيب نخص الكونتية اللي حاجتي بها مش حاجة كبيرة يعني حكاية زو زحفنات متاعيدين الزبيب نخصلهم و نحطهم في وسط الجلبين في وسط المركة متاعي و نصيف الدرج و نطفي على المرتب و بعد حطيتها على الطاولة متاعنا كما تشوفوا طاولتنا بنينة تشاهي و زت صلاتة خضرة و زت كعبة البريكا سوابة لطيابتهم و صحة و بشفاء و نخطمها بسبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و لا حوله و لا قوته إلا بالله العلي العليم صحة شريبتكم بس لعيمة صحة شريبتكم بس لطيتها صحة شريبتكم بس لطيفة صحة شريبتكم بس لطيفة صحة شريبتögجواә